اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة هنتكلم عن الحمل والولادة في المنام هنعرف مع بعض تفسير الحمل وكمان تفسير الولادة لو شفت ان احنا ان انا وضعت زكر او انسة او حتى بالنسبة للرجل لما يشوف زوجته وضعت ولد او انسة قبل بس ما ابدأ الفيديو احب افكركم بقناتنا الجديدة هسيب لكم اللينج بتاعها في اول تعليق بتمنى منكم الدعم والاشتراك في القناة اول حاجة هنبدأ بيها هنسيب الحمل شوية في تفسير الحمل هنخليه لاغر الفيديو هنبدأ بالولادة يمكن الولادة فيها شوية يعني افضل من الحمل هنبدأ اول حاجة لما اشوف نفسي ان انا ولد اولا الولادة في المنام لها تفسيرات كتيرة جدا او بتدل على حاجات كتيرة جدا في حياة الرأي فاول حاجة بتدل على تغيير في حياة الرأي كمان تخول حياة جديدة وزي ما قلنا تغيير في اسلوب الحياة وتغيير في الحياة الافضل كمان اصلاح الاحوال او اصلاح حياة الرأي كمان بتدل على ان وصول الرأي لحاجة كان بيتمناها وكان منتظرها بفارغ الزبر يعني وصوله لتحقيق او تحقيقه الامنية كان منتظرها بعد فترة عناء وتعب كبيرة كمان لو كان الرأي فقير او كان شوية عنده تعطيل في الرزق او حاجة فده بيدل على ان الفترة اللي جاية هيكون فيها رزق وغنى باذن الله كمان بيدل على لو كان الرأي مريض فبيدل على الشفاء وعبوره او خروجه من ازمة هو كان بيمر بيها كمان بالنسبة للولادة سواء ولادة صبي او ولادة انثة اول حاجة ولادة الصبي او الولد الحقيقة للأسف هي بتدل على تعب ومشاقة ومشاكل كلما كان الولد او الطفل ده جميل كلما كان المشكلة اكبر او الهم اكبر كمان بتدل على قلق وتوتر وحيرة في موضوع معين يعني في موضوع هيكون الرأي فيه في حيرة ومش عارف هياخد قرار فيه اما بالنسبة للانثة فالانثة بتدل على اخبار سعيدة على فرح وسرور وحظ جمعين دليل على رزق وسدر وتونية جديدة تونية بكر مقبلة على الرؤية رؤية الولادة بالنسبة للعزباء الولادة بتعتبر بداية جديدة بعيدة عن الهم وعن الحزن لو في عندها يعني هي مهمومة او حزينة فده بتدل على خلاصها من الهم ومن الحزن ده وبداية جديدة او تغيير لحالها للافضل لو شافت البنت ان هي بتحتضن طفلة فده معناها ان هي فرج وفرحة كمان بالنسبة للحامل لو الحامل شافت ان هي جابت بنت فده بيدل على ولاده ان شاء الله بإذن الله هتكون ولاده سهلة من غير تعب كمان بالنسبة للرجل لو شاف نفسه او شاف شاف مراته بتنجب انسة فده دليل على للاسف يعني بتبقى العكس بيدل على هم وحزن وتراكم ديون يعني الراجل لو شاف ان زوجته انجابت بنت فده بيدل على هم وحزن وتراكم ديون لو شاف ان زوجته انجابت بنت ولكن للأسف ميدة فده الوضع بيبقى افضل شوية من الرؤية الاولينية اللي هي انها تشوف ان هي انجابت بنت سليمة ده بيدل على قضاء الدين وفرج بعد ذي وزي ما قلنا سداد للديون وزوال للهم والحزن طب بالنسبة للرجل اللي هو مش متزوج لو شاف ان هو انجاب بنت فده بيدل على كرب زواجه بإذن الله هناخد الحمل الحقيقة الرؤية الحمل في المنام الحقيقة من الرؤى اللي هي مش بتبقى مستحبة وده بيدل على الهم والحزن ده لان بيبقى فترة الحمل دي فترة فيها تعب ومشقة بالنسبة للمرأة فلما تشوف ان هي حامل في المنام كمان معناها ان في حزن اوهم كمان الحمل جاي من الحمل فبيدل على انها شايلة حمل كتير شايلة حمل فوق طائطها او شايلة مسئولية فوق طائطها بالنسبة للعزباء ما تشوف نفسها ان هي حامل فده بيدل على اخبار للأسف بتكون مش زي ما قلنا بيدل على حزن وهم على حمل هي شايلة على كمان بتدل على انها تسمى اخبار سيئة او اخبار حزينة للأسف اما بالنسبة للمرأة المتزوجة فده عكس البنت او عكس العزباء ده بيدل على فرج وزوال هم قريب بإذن الله وعلى روحة بعد تعب يعني هيكون في شوية مشقة شوية تعب ولكن بعد كده هيكون في روحة وهيكون في زوال للهم ده وفرحة بإذن الله قريبة كمان بالنسبة للرجل إنه يشوف سوق حامل فده فده حلو جدا ده بيدل على زيادة في الرزق وزيادة لإضافة جديدة في حياته سواء مثلا فلوس كدير جايله أو رزق جايله أو إضافة له في حياته مثلا هيشتري حاجة مثلا أو هيورس يعني إضافة أو حاجة حلوة داخل حياته كمان بتدل على الارتقاء في الوظيفة أو الترقي في وظيفة كده أهم التفسيرات لأهم الرؤى اللي ممكن نشوفها بخصوص الولادة والحم باختصار يعني الولادة في المجمل بتدل على فرج على حياة جديدة على حاجة إحنا بنتمناها من فترة طويلة واسبرنا عليها جدا وإن شاء الله هتتحقق بتدل على على تغيير من حال لحال يعني لو كان فقير في غنى ورزق لو كان مريض فإن شاء الله في شفاء فالولادة دايما بتدل على الفرج بعد الشدة أو بعد اللي الديق أما الحمل فهو حمل وديق وحزن واكتئاب لو كان يعني في الرؤية حمل يعني حمل بعدين ولادة في هم ولكن بشرة بالفرج إن شاء الله كده دي كانت أهم الرؤى اللي احنا ممكن نشوفها بخصوص الحمل والولادة بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة